موسيقى 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 اهلا بكم حبيبنا احنا النهاردة بنشتغل lesson 6 concept 1 1 اخر lesson في ال concept بيتكلم عن ايه seed dispersal يعني انتشار البذور يعني البذرة بتنتشر زي احنا قولنا السيد ده مهمة جدا في عمريت الربوداكشن البذرة لما بتنزل الارض النبات بيكتر السيد تسبرسل هقوله it is the process the seeds are transported from one place to another العملية اللي بيتنقل بيها البذور من المكان التاني ازاي السيد بتتنقل من المكان التانية دي المهمة كلمة ده السيد تسبرسل الليسم كله بيقول ان البذور بتنتشر ازاي بص كده على الصورة دي مين ده ده نبات اسمه coconut الكونات الكونات اللي هو جوز الهند يلاقوا النبات ده ده يلاقوه عايم على وش المية يبقى ده البذرة بتنتشر من المكان التاني ازاي هقوله الكونات float on water يبقى floating on water يا اما تقوم على سطح المية زي الكونات يا اما traveling by wind الرياحية اللي هتشيلها وتنقلها وهنشوف فيديو رائع رائع زي الرياح بتنقل البذور مين النباتات اللي بتتنقل بالرياح؟ نبات اسمه dandline النبات ده نشوف صورته ده اسمه dandline اللي هي الصورة اللي قدامها والنبات ده اسمه maple يبقى اللي بينتشر عن طريق الwind maple with dandline maple with dandline طب هما ليه ينتشروا بالرياح؟ بصوا على منظر الصورة هنلاقي ده خفيف عامل زي الريشة وده زي الريشة برضو مش فاهم نشوفها فيديو احدا يبقى ال maple with dandline because they are light كلمة light هنا معناها خفيف يبقى البذور دي light يعني خفيف they are light seeds طيب بص على النبات ده البذرة دي تم مليانة اشواك طب ما ممكن تلزق في جسم الحشرة جسم الحيوانات جسم الفرو بتاع القطة فرو الكلاب الكلام ده كله يبقى في بعض seeds sticking to the animal fur تلزق في الفرو بتاع الحيوانات أو close في اللبس النبات ده اسمه باردوك اسمه باردوك طيب هو ليه بينتشر عن طريق كده؟ هقوله because it have spines هو فيه اشواك مليان اشواك طيب النوع الرابع eaten by animals الحيوانات بتاكلها زي مش ممكن حيوان يأكل طماطماية أو يأكل تفاحة طب والسيد الزيت خرجت من جسمه هو كالتفاحة لما ييجي جسمه يهدم التفاح بيطلق البذور في صورة stool stool اللي هو البراز اللي هو التويلت زي tomato tomato apple يبقى انا كده عندي اربع انواع نعملهم اغني float on water coconut travel by wind maple without wine have stick to animal بردوك eaten by animal able to ميتو نشوف بقى الفيديو ده اولا قبل ما نشوف الفيديو الصورتين دول اقدر اقول ازاي طريقة dispersive لو جات لرسمة زي كده طبعا لو بزور light light يعني خفيفة هقوله buy wind طب لو مليانة spine هقوله stick to animal بتلزق في حيارات ده شكل disperse buy wind وده وده animal بياكل الانيمول هنا بياكل النبات والسيد هتخرج عن طريق استود ده البزور اللي بتنتشر بالهوى زي ما احنا شايفين هين او الهوى هو اللي يطيرها وده اللي مليانة او ده اللي الهوى بيطير ده الميبل والداندلون داندلون بتنفخ فيها السيد بتنتشر في كل حد دي مشهورة دلوقت موجودة على تنندية كتير لو واحد يجي ينفخ البزور بهوا كده تطلع البزور تنتشر في كل حد مين اللي عايمة على وش المية دي float on water دي الكوكونات وفي بزور الحيوانات بتاكل دي بقى اللي بتلزق في الأجسام الحيوانات مليانة spine اي حاجة مليانة اشواك الناس اللي بتلعب كورة على انجيلة طبيعية يلاقيوا في الشراب بتاعهم هيلاقي في بعض البزور بتنتشر كده يا حلوين يبقى احنا كده lesson six من concept one one يعني خلصنا concept one كله بتتمنى لكم كل نجاح وتوفير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر